موسيقى السلام عليكم عزيزات التنميذات مرشانتنا اليوم هي دات طبيعة تعبيرية ابتكارية تخص إنجاز أكسسوار لتزيين فضلات الداخلية وذلك بإعادة استعمال مجموعة من الخامات والمواد الطبيعية المتواجدة بالمحاد الآن سوف نمر إلى التعليف بالأدوات السلام التي سوف نحتاجها خلال هذه الوزن سوف نحتاج إلى باسق السميكون ماء أسود ثم السباة وبيضة اللون الأزرع اللون الأحمر ثم اللون الأسفر سوف نحتاج إلى فراشي وفتلفة الأحجاب وكذلك إلى سيكين بالفرنسية ثم إلى قاطع ماء ماء وقلمة الأصاص سوف نحتاج إلى قطع الخشبي مصنع من الخشب ثم أقصان وعشاب المتوجدة بالطبيعة سوف نحتاج إلى ورق مطوعة برق اليومية مثلا سوف نقوم بسباغة اللون الأبيض نحتاج إلى مونسوف نحتاج أشكال الحيوانات نقوم بطبيعها ورق ماء الآن سوف نمر إلى إنجاز العلم الآن نبدأ في سبارة الإطار الخشبي نأخذ سبارة مائية لون أسود ثم فرشارج ورصم ونبدأ في سبارة الإطار يعني طريق على فكرة قياس الإطار الخشبي 30 سنتيمتر على ثلاثين سترجمة يقدر السبارة سقدم في سبارة تجد اشتركوا في القناة 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 السباع ligger نفس الشوط يمكن استعمال السباغة مائية و يمكن استعمال السباغة من سباغة البيض أو أي لون تخضر به أيضاً بالنسبة للسباغة يمكن استعمال سباغة مائية كما يمكن التعبير بصبار زيتية أو صبار قنينة المستشعر من أخرى الآن ننتهي من صبار الإطار نترك الإطار جانباً تيجب سبقاً حضرت إطاراً الآن سوف نمر إلى التحذير الخلفية التي سنشتغل عليها نقوم برسل منطقة المنطقة على الورقة المقوض بداية نأخذ اللوم وبيضاء الإطارات للتحذير منطقة المقابلة والحضر النقاط منطقة المقابلة الآن نقوم بطفى قليلة الصباغة الصباغة مائية تطلب من الأمر بسرعة أكثر ندفع 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 أبدا تنبصنا ندفع تحديث أبدا تطلب من الأمر تضيف أخبر مقدسه هناك ملغة ستضغط للمبقية ستضغط درجة الجزائر ستضغط من المثال ستضغط درجة سوف نقوم بخلق أو قصور على اللون البني باستمال قليل من قصرة الأخباب ثم قليل من قصرة الأخباب سوف نقصر على اللون البني ترجمة نقصة دقائق ترجمة نقصة ميراصن ِ٦kas ترجمة نقصة أعطي المنزل نعم لذلك يجب أن يكون هناك ألسل نصر ببعض نحن ببعض نحن ببعض نحن ببعض الآن سوف نستخدم السباتي في رسم الضوء على الجبل سوف نختار الجهة اليسرى من بعد الضوء ثم الجهة اليمنى سوف تكون الضوء لأن الجبل سوف نقسمه إلى قسمين قسمينكم في الضوء بهذه الطريقة نتوجه مثلا بهذه الطريقة النصر سوف نستخدم الضوء سوف نستخدم رسم قريب الواقع هذه الطريقة ببطء نمر السكين على اللوحة سوف نستخدم الضوء 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 تبدو من بعيد كثيرا نقوم بخلط لون قاتم قاتم الضوء نضع القليل في جهة المظلين هكذا على فكرة يمكن تعويض هذه السكين بقطعة من البلاستيك قطعة من البلاستيك القنينات الغازية مثلا نأخذ القطعة ونعمل بنفس الطريقة قطعة نمره على الجبل ونجد الجبال تكون بهذه الطريقة الآن سوف نمر إلى رسم بعض أشجار أو نباتات نأخذ فوشات ثم نقوم نقوم برسوء على اللون الأخضر وذلك بخلط اللون الأزرق مع اللون الأصفر ونقوم بهذه الطريقة نقوم برسم بعد نباتات أو غيطاء نباتي لأن هذه اللوحة ستكون خلفية للعمل سوف نركز على التفاصيل لنقوم بوضع أشياء تعطي جمالية للعمل بهذه الطريقة نتجة المحصنة عليها قبل الشروع في رسم هذه اللوحة قمت بوضع نساء في جواني اللوحة حتى يتمكن الإطار من تثبيت ورق المقوة على الإطار أنتم في منازلكم سوف تقومون بتحذير اللوحة وتتركونها حتى تجيف بعدها سوف تثبيتها على الإطار حتى يكون الأمر سيف الآن سوف أزيد الإطار في منازلكم لا داعي لإستعمال الإطار يمكن أن تستخدموا براسة اللوحة الكاميرية وسأتركونا 1-3 شيء ثم نأخذ بساقة السيليكون ثم نضع القليل منه في جوانيب اللوحة نأخذ إطار ثم ثم نقوم بالضغط قليلا حتى بهذه الطريقة الآن سوف نذهب إلى تركيب الغصينات التي قمنا بجمعها الغصينات وبعد الأعشاب النباتية سوف نقوم بتركيبها على الإطار نقوم بتنظيفها نقوم إزالة السيباغة الأعشاب نقوم بتنظيفها دائما نقوم بتنظيفها نقوم بتنظيفها ثلاثة نختار قصد آخر يمكن الأخصان أن نقوم بصباغتها كما يمكن أن نقوم بوضع الملمع خشب فيرني أنا اتركت على طبيعتها لأن العمل أكثر واقعي ندخل ندخل من ندخل من قد قمت بجمعي بهذه الطريقة تتبدو كنباتات واقعية سوف أقوم بإنصافها أو بوضعها في مكانين مناسب سوف نحاول أن نخلق نوعا من التوازن داخل الإطار أحضر من دقوة هذه الآن نتعيد من تركيب إدخال والأرشاف البتحية بعد قريبة نخصر على العمل الآن سوف ننحب إلى مرحلة الثانية من العمل سوف نقوم بسيار بسيارة في هذه الطريقة من المرحلة الأولى من إنشاز العمل إطار الخلفية ثم تركيب الأقصان والأحشاب النباتية الآن سوف نذهب إلى تحضير أشكال الثيوانات التي تستعملها في هذا العمل بالنسبة لي قمت بتباعة نجموعة الصورة بأشكال هايوانات سوف أختار بعض منها سوف أختار مثلا الغزال سوف أختار سوف نضغط على السوق سوف نضغط ونقوم بنزغ شكل الحيوان الذي نريده رسمه سوف نقوم برسم الشكل تركيز على التفاصيل مرحبا مرحبا سوف نقوم برسم الشكل مرحبا سوف نقوم برسم الشكل مرحبا يا رب مرحبا نقوم بنسبة هذه الطريقة ثم نأخذ ورقة مقوعة ثم نقوم بإعادة رسميها 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 ثم نقوم بإعادة المقص ثم نقوم بإعادة رسميها ثم نقوم بإعادة رسميها هكذا تقرير الشكل بكامل هذه تقوم بتحديد مجموعة الأشكال وطبعا وطبعا وطبعتها باللون الأسل هذه الأشكال باستغلال الوقت وطبعا تركيبها على الإطار الذي أجلناه نأخذ الشكل من الأشكال التي تصمناها ثم نضع لساق سيليكون أو أي لصاب آخر ونقوم بتثبيت الشكل في المكان المناسب مع مراعاة المزاحة التي نشتغل عليه كذا وطبعا من الأشكال مزاحة من الأشكال تحديد وطبعا 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 من الأشكال وطبعا مزاحة وطبعا بهذا نكون قد أنهينا العمل في هذه الوشرة كما تلاحظوا يمكن تغيير العمل بأشكال أخرى مختلفة مثلا كما نلاحظوا في هذا العمل أخذنا أخذنا مشاهلا من المشاكل التي توجد في الطبيعة وبصن الشجرة به بعض السناجب يمكن أيضا نقوى بهذا العمل بأغصار استبدالنا السناجب أو الحيوانات بالطبيعة ثم أضفنا بعض الأشياء مثلا المصابع لكي يعطي العمل جمالي أكثر خصوصا في الليل ثم سلسلة لتثبيت العمل في الحائق أو في بيوتنا بهذا العمل أو هذه الأعمال أكون قد أنهيت ورشتي أتمنى أن تلال إعجابكم وقت وقت من تجارب لا تجارب ونشف لتجارب ونشف لتجارب ونشف 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 شكرا